موسيقى أنا اسمي أميرة يسري عندي 23 سنة طولي 153 سنة بعني من مشكلة السمنة بقلي حوالي 5 سنين وبخاف جدا من قط العمليات لحد ما شفت دكتور كريم في التلفزيون ولقيت عمل حالات مشاكلها صعبة جدا وأوزانها كبيرة جدا فحبت أعملها فوالدتي سبقتني وعملتها وهي أصلا صحتها كانت أسوأ مني لكتير وعندها مشاكل كتيرة جدا فدوت خلاني أخد قرار أن أنا أعملها وما خفتش وروحت اتفقت مع الدكتور وإن شاء الله هعمل عملية تكميم قريب جدا وأنا مش خايفة ومبسوطة أن أنا هعملها ودكتور كريم طميني جدا وبصراحة هو دكتور فوق الممتاز وأنا مرتاحة جدا ومش خايفة خالص بسم الله الرحمن الرحيم أنا دكتور كريم صابري النهاردة هنوريكم مجموعة عمليات كتيرة منها تكميم معدة منها تحويل مصار منها بالونز منها إصلاح عمليات السمنة السابقة اللي حقيقة طبعا فيه أوزان اللي هي أميرة 95 كيلو على طول 153 سم الحزبة معامل كتل الجسم أكتر من 35 وبالتالي نشتكي من مشاكل من السمنة إحنا مش لازم يكون وزنينا فوق المتين عشان نبتدي نعمل عملات السمنة لكن لازم أن احنا نعالج السمنة بحيث أن احنا نعالج كل المشاكل لأنه قد تكون فيه مشاكل في الإنجاب مشاكل فيه يعني يمكن صعوبة في النفس أثناء النوم مشاكل فيه قد تكون اجتماعية من الدرجة الأولى يعني عايز ألبس كويس عايز أتحرك كويس عايز أمارس رياضة عايز يعني أمارس حياته طبيعية زي الإنسان الطبيعي فعمليات إنقاص الوازن قد تعالج مشاكل اجتماعية وقد تعالج مشاكل صحية منها السكر والضغط وارتفاع الكوليسترول ودهون الكبد وفيه مشاكل في المفاصل وصعوبة في الحركة كل دي حاجات بتجرى قلال فتحات صغيرة يعني عملية تكميمة نعدة هي عملية بتجرى قلال فتحات صغيرة قامت يوم واحد في المسفلشفى العملية نفسها متاخدش أكتر من ربع ساعة ونصف ساعة وبعد العملية إن شاء الله أنطمينكم عليها بالسلامة وهنوريكم مجموعة عملية كتيرة النهارة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا دكتور كريم صابري أنا بس هوريكم خلال فترة قصيرة جدا كيفية التحضير لعملية تكميمة المعدة عملية تكميمة المعدة هي عملية سهلة الهدف منها إنقاص الوزن بتجرى بالمنظور خلال فتحات صغيرة وهوريكم دلوقتي الألات اللي احنا بنستخدمها يعني فصل المعدة عن الدهون ويمكن كمان قص الجزء المعدة ويعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه المسالكات كلها أمريكي طبعا احنا بنستخدم دباسات يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات أمريكي يا إما كوفيدين أو جونسون الدبستين مختلفين عن بعض شوية في التكنولوجي يمكن دباسة جونسون دي الغيرات بتاعتها فيها ألوان مختلفة شوية بتدستاهلك وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه طوله يمكن 6 سمت 6 سمت دول احنا بنركب الدبوس بالطريقة دي وبعد الدباسة ما بتدخل التدبس بتدبس وتقص وانشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برضو 6 سمت إلى أن تنتهي المعدة خلال يعني ممكن تختلف بقى من 5-6 غيرات أو 7 غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم أكبر شوية الدباسة دي كوفيدين هم مفرقوش عن بعض يعني التكنولوجي بسيط خالص دي برضو بنفس الطريقة هو ده الدبوس بتاعها برضو 6 سمت بنستخدمه بالطريقة اللي زي دي بنركب الدبوس عادي خالص وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدباس اللي هي بتخلصتنا طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية ده جهاز اللي يجي شور ده اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة بطريقة أمنة ما يكونش فيها أي نوع من النزيف وما يكونش فيها أي نوع من المشاكل طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة اللي هي يمكن يمكن أحسن حاجة ويمكن أكتر حاجة في العالم كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجي اللي احنا بنستخدمه عشان كده ربنا بوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصل عن مجموعة الدهون دي دي طبعا الدهون دي بتبقى متفوتة من عيان لعيان حسب الأوزين ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة إلى جزئين المعدة الجديدة والمعدة المتبقية أو دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الأنترام كل ده لازم يتشال بالنسبة لقد تصل إلى 80% دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز اللي جشور وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من أجهزة الكاي Advanced bipolar technology اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجده المستيز مفيش أي نزيف مفيش أي مشاكل الأمور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه نحط شاشة ونسيبها للنهاية العملية بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمينين دلوقتي تم عازل الجزء هي دقبست وعزلت في نفس الوقت ودي التكنولوجي المستخدم في فريط اللي هي تكميم المعدة احنا زي ما شوفنا العملية سهلة جدا في خلال 10 دقايب يتم عملية التكميم احنا فصلنا الدهون زي ما ورناكوا عن المعدة بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى وفصلناها باستخدام الدبسات اللي احنا ورناها لكم دبسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شوفناها دي دي المعدة اللي هتتشال في المنظر ده هنشالها منطلعها بتسألونا طبعا احنا منطلعها ازاي منطلعها من البرطات اللي هي خلال فتحة الاثنين سنتي بيتم يعني اه تصغير المعدة دي عصراها شوية وبنشفط السواء اللي فيها وبنحاول نطلعها من نفس الورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحية ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمله اختبار تسريف عشان احنا بنخاف من تسريف في كل عمليات الجراحة فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضبط جيمد يعني بنحاول نعمل المعدة نخليها عبارة عن بلونة ونشوف احتمالية الدبابيسات ودبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريف زي ما احنا شوفنا كده المعدة دلوقتي عاملة زي عبارة عن بلونة يعني لو في اي مشكلة في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا المعدة زي احنا شايفين احنا خدنا وزق كبير جدا من جسم اللي هو نهاية المعدة الانتران المعدة زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده زي ما فيش دبوس طالع ودبوس نازل امورنا كويسة خالص الحمد لله ما فيش اي تسريف ما فيش اي نزيف بنطلب من دكتوري التخدير كمان ان هو يعلي البرشر يعلي الضغط شوية عشان لو في نزيف لقدر الله يبقى داخل العملية ونقوم يعني نوقافه اثناء العملية ما نسفش العيان للظروف ما بعد العملية زي ما احنا شايفين اميرة خرجت من العمليات الحمد لله بسلامة بقالها ربع ساعة دلوقات من العمليات العملية كلها خارت يعني حوالي ربع ساعة نصف ساعة بالإثاقة يعني وهي الحمد لله يعني بقالها فترة قصيرة احنا بعد ساعتين بنتماشى في الطرقة يعني في المستشفى ست ساعات بنبتري نشرب تاني يوم اقل من 24 ساعة بنبتري نخرج ونراح بالسلامة البيت الحمد لله العملية يعني زي ما قلنا بتعمل بالمنظور خلال فتحات صغيرة اقامة يوم واحد في المستشفى دي التكميم المعدة ويمكن عملات اللي احنا شكناها النهاردة كلها ما بين تكميم وبين تحويل كل العملات كلها في وقت قصير واحنا عزينا نوصل لكم رسالة ان عملات السمنة هي عملات آمنة تماما بتجرى دي المنظار ما فيش فتحات خالص في البطن بالفتح الجراحي يعني يعني النتاج بتاعتها هيلة جدا يعني بعد شوية برضو هنوريكم حاجات تانية في التصوير ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا اسم اميرة يسري 23 سنة 155 سنتي انا كنت 95 وخصيت 15 كيلو بقيت 80 كيلو في خلال شهرين بس من غير نظام غذائي ولا اي حاجة وانا مبسوطة جدا اني ما فيش اي ضغوطات من يمة الاكل وباكل كل اللي انا عايزها بكميات قليلة جدا والحمد لله بقيت البس احسن وعجبني شكل جسمي اكتر وخصيت 15 كيلو في شهرين بس والحمد لله في نزول واي حاجة بسأل دكتور كريم بيجاوبني وهو متابع معي كل حاجة وفي كل وقت بلاقيه يعني موجود ما بتأخرش عني وانا بشكر دكتور كريم جدا وبنصح اي حد عايزي يعمل عملية ما يقلقش خالص ويجي عند دكتور كريم ودكتور كويس جدا وفوق المنتظ متشكرة جدا لدكتور كريم مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير احدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار احدث التقنيات الامريكية لجراحات السمنة تحويل مصار المعدة بالمنظار تكميم المعدة بالمنظار تحويل مصار الاثنى عشر التحويل مع التكميم كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات سايرة دكتور كريم صبري دكتورة الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير أهلا بكم مشاهدنا معكم دكتورة آن من الفريق الطبي لسينو ماسيهير رحب بكم كل الناس اللي بتتبعنا مع حضراتكم دكتور أحمد رشاط أحد أعضاء الفريق الطبي لسينو ماسيهير هايزين نتكلم النهاردة عن مشاكل بتواجه الناس كلها في كل البيوت في كل العالم هو تساقط الشعر مش تساقط الشعر بس تلاقي ناس جاي بتشتكي إن أنا شعري هايش إن أنا شعري بيقع إن أنا عندي فراغات في شعري إن أنا شعري بيطول لحتة معينة وبعد كده ما بيطولش تاني بيقف عند مثلا أو بيتأصف عندي الأطراف بتتشقق لكذا مثلا لتلتة أربع حتت كل الحاجات دي إحنا ساينو ماسيهير حلها لأن ساينو ماسيهير هو من المنتجات من الأفضل منتجات في العالم لأن إحنا بنعتمد على المواد الفعالة بتاعتنا كلها مواد طبيعية ما بتدخلش فيها أي بالنسبة للتقنية المستخدمة في تصنيع ساينو ماسيهير وده يعتبر اتجاه حديث جدا في مجال التصنيع الدوائي بشكل عام وتصنيع مستحضرات التجميل والعناية بالشعر بشكل خاص تقنية الناني التكنولوجي تم توظيفها في تصنيع ساينو ماسيهير وده إحنا وظفنا في اتجاهين الاتجاه الأول اللي هو تنقية المواد الفعالة اللي دخلها في تصنيع ساينو ماسيهير ثاني حاجة إن إحنا صغرنا حجم الجزيئات أو البرتكلز بتاعت ساينو ماسيهير وده انعكس بشكل كبير جدا على سرعة امتصاصه من خلال فروة الرأس وبالتالي سرعة تأثيره حاجة كمان إن جودة المواد الفعالة اللي دخلها في تصنيع ساينو ماسيهير وده نتيجة إنها جاية من مصادر أوروبية من فرنسا ومن ألمانيا وده ساهل بشكل كبير جدا في الجودة النهائية للمنتج بتاعنا وخلى وصل إنه يضاهي المعايير العالمية عايزين نتكلم على ساينو ماسيهير إنه هو في سيكس أكشنز سيكس أكشنز من أهمها طبعا لإحنا بنتكلم عن المشكلة الأساسية إن الشعر بيقع فأول حاجة بيعملها إن إحنا بنوقف سقوط الشعر بنوقف سقوط الشعر ده إزاي إن إحنا عندنا مادة فعالة اسمها ساو بالميتو ساو بالميتو دي مادة فعالة ده نبات من أمريكا بنجيبه بنستخلصه ده مسؤول ده الأساسي في سقوط الشعر وأساسي في علاج الصلع الوراثي اللي كل الناس أو كل الرجال بالأخص بتشتكي منه بعض السيدات لإنه هو بيبقى حاجة جينية ده بيشتغل إزاي إنه هو بيحفز وبينمي الفوليكلز اللي هي البوسيلات اللي بدأت تبقى إن أكتف شوية أو زي ما بيقول كده بالعمال هي بدأت تنام فإحنا بيوصل الدم لفروة الراس بيعمل بلات سابلاي لفروة الراس بحيث إن إحنا نشط الدورة الدموية والفوليكلز طيب الفوليكلز بس على قد إحنا نطلع شعر وخلاص لأ ده إحنا بنزوج كسافته نزوج كسافته إزاي إنه هو الفوليكل الوحدة اللي هي البوسيلة الوحدة ممكن تطلع لنا بدل الشعراية 2 و 3 فبالشكل ده إحنا عالجنا الصلع الوراثي بلس إن إحنا كمان زودنا كسافة الشعر طيب خلاص إحنا دلوقتي وقفنا سقوط الشعر طيب وقفنا بعد قد إيه من الاستعمال من أول أسبوع بتستعملي سينوماسي هير بتلاحظي إن شعرك بدأ ما يقعش والبي هير بدأ يطلع بعد أسبوعين 3 من الاستعمال طيب دلوقتي حاجة تانية الناس اللي بتشتكي إن شعرها ما بيطولش إحنا عايزين ما يقعش وفي نفس الوقت يطول طيب ما بيطولش حطينا مواد فعالة تانية تطول الشعر زي إيه زي الكافاين الكافاين ده برضو بيزود يعني بيزود تدفق الدم في فروط الراس طيب حاجة تانية إن الكافاين ده بيصرع أو مش بيصرع هو بيخلي نمو الشعرية طبعا الشعرية إحنا عارفين إليها إليها دورة حياة هو بيزود دورة الحياة بتاعتها ل33% ودي أبحاث موجودة ومدروسة بلس كمان إن بيخلي الفولكلز اللي هي البوثيلات بينشطها وبيكترها بنسبة 46% فإحنا دلوقتي دمنا إن إحنا الفولكلز عندنا بدأت تبقى نشيطة في نفس الوقت دورة الحياة بتاعت الشعراية زادت ل33% فبدأ الشعر إن هو يطول طيب إحنا عايز نطولنا الشعر ووقفنا التساكب بتاعه في حاجة تلتة إحنا عايزين الشعر مبقاش متشابك عايزينه يطول وهو صحي عايزينه يبقى كابرد ده حاجة إزاي بقى بيحصل بتحصل إن إحنا حطينا ألوفيرا الألوفيرا ده طبعا ده صبار ده خلاصة الصبار عاملة طفرة جمدة جدا في مستحضرات التجميل عموما الصبار ليه كذا أهمية أول حاجة إنه هو أنتي بكتيريا ضد البكتيريا وأنتي انفلاماتري يعني ضد الالتهابات يعني لو في حد في شعره بكتيريا مثلا واحدة محجبة ما فيش تهوية كتير للشعر هيبقى عندها بكتيريا مثلا عشان هي أخدت شاور شعرها مبلول لبسة الإشار عملت بكتيريا غير كده إنه هو مثلا البكتيريا بتعمل انفلاميشن انفلاميشن زي بتحس إنه طبعا عايز تهرش في حكة فإحنا عندنا الألوفيرا بيعالج كل ده إنه هو أنتي بكتيريا وأنتي انفلاميشن وبيديك الكل سنسيشن مش هلقدي كده بس لا ده بيرطب لك وبيتحس إن فاروة راسك بقت ساعة يعني الكل سنسيشن ده مهم جدا إن هي تبقى فرش ده غير طبعا الأساسي بتاعه إنه هو بيغلي في الشعرايا من أول الجدور لحد الأطراف بيديع فليكسابيلتي يعني بتبقى مارنة وبتبقى شايني بتبقى بتلمع بحيس إنه ما تجيش تصرح تلاقي شعرك بيتقطع بيتقطع منك ليه علشان هو خفيف ورفايع فإحنا لما بنعمل كوتينج للشعرايا شعرايا بتبديك كسافة تحس إنه هي تخنت وبتبقى كسيفة وبرضو الألوفيرا في حاجات كتير في فيتامين في فيتامين A وC وE ودي حاجات مهمة جداً إنه إحنا نتكلم فيها إنه هي حاجات أساسية في نمو الشعر وإنها أنتي أوكتينت حاجة تانية برضو في نمو الشعر البيوتين عندنا البيوتين ده بروتين أساسي في تركيب الشعر يعني تركيب الشعر لو جينا دورنا وبحثنا هنعرف إنه هو الشعر البيوتين ده أساسي جداً في التركيب البيوتين مركب أساسي في تكوين الشعر يصينه ماسي هير فيه البيوتين وده مركب أساسي بيعتمد على تطويل وتتقيل الشعر ودي عبارة عن بروتينات بيعتم بيها جداً ماسي هير إنه هو يكون المواد دي موجودة علشان نضمن إن الشعر جاله التخذية من جميع الجهات إنه هو يتقل ويطول وفي نفس الوقت نعالج الصلع الوراثي وما فيش سكوت للشعر استكملاً لكلام دكتور آن من دمن السيكس أكشنز المهمة جداً لساينو ماسي هير هي تخذية الشعر طبعاً كتير مننا بنلجأ لمستحضرات عناية بالشعر كتير جداً عشان نوفر الغذاء المطلوب بشكل صحي للشعر طبعاً ساينو ماسي هير هيغنين عن كل ده لأنه بيوفر لنا كل العناصر اللي احنا محتاجينها لتخذية سليمة للشعر فيه منتج واحد من ضمن الحاجات أو المواد الفعالة اللي دخلها في تكوين ساينو ماسي هير واللي بتساعد بشكل قوي في تخذية الشعر حاجة زي الروزميري الروزميري من المواد الفعالة المستخلصة من الأعشابي الطبيعية لها دور قوي جداً في تحسين الدورة الدموية الموجودة في فروة الرأس وبالتالي بتزود إمداد الغذاء اللي وصل للشعرية وبالتالي بتضمن لي غذاء صحي للشعرية ونموه قوي حاجة كمان بالنسبة للروزميري الروزميري ليها مفعول مضاد للبكتيريا والفطريات وده بشكل غير مباشر بيساعد في منع تساقط الشعر لأنه طبعاً زي ما كلنا عارفين أن العدوى اللي بتحصل لفروة الرأس بالبكتيريا أو الفطريات بتأدي بشكل مباشر لتساقط الشعر حاجة كمان من ضمن مكونات ساينو ماسي هير وهو مكونات مهمة جداً هو الجنسنج الجنسنج طبعاً من الحاجات المكونات العشبية المعروفة أو كلنا أكيد سمعنا عنها الجنسنج برضو ليه تأثير قوي جداً على خفض ضغط الدم في منطقة فروة الرأس وبالتالي برضو بيساعد على تحسين الدورة الدموية في منطقة فروة الرأس والتالي بيحسن من كمية الغذى اللي وصلة لبصيلة الشعر وبالتالي بيضمن لها نمو صحي حاجة كمان مهمة جداً عايزين نتكلم عنها برضو من ضمن تكوين ساينو ماسي هير وهو البانسينول البانسينول من حاجات المهمة جداً لأن ليه وظائف مهمة جداً أولاً إن هو بيحفز بوسيطة الشعر تاني حاجة بيعمل كوتينج أو بيغلف الشعراية بطبقة لها وظيفتين الوظيفة الأولى إنها بتوفر حماية للشعراية تاني حاجة إن هي بتدي حجم أو كسافة للشعراية تكاد تكون 10% من حجمها يعني يا دكتور أحمد ممكن نستعمله أو بالمعنى إنها بتعمل كوتينج إن هو كأنه سام بلوك للشعر يعني لشان اليو فيي اللي هي أشعة الضرة وأشعة الشمس بتأثر على الشعر طبعاً مزبوط طبعاً التطبقة الواقية بتحمي عمتاً من كل العناصر ومن كل العوامل اللي بيتعرض لها الشعر وتسبب التلف على سبيل المثال التعرض لأشعة الشمس على سبيل المثال برضو الرطوبة العالية اللي في الجو الملوسات اللي بتبقى موجودة في الجو اللي بنقابلها في يومنا الأترب اللي بنقابلها في يومنا بشكل دائم طبعاً كل الحاجات دي بنتدي نتغلل عليها عن طريق الطبقة اللي بتوفرها مادة البنسينول حاجة كمان برضو ومهمة جداً دخلة في تكوين ساينوماسي هير هو فيتامين إي فيتامين إي من الحاجات اللي بتوفر نمو صحي للشعر عن طريق أنه برضو بيحسن خصائص الدورة الدموية الخاصة بفروة الراس لأنه ليه تأثير موسع للأوعية الدموية وده برضو بيساعد ليه فيه وصول كمية مناسبة من الغزاء لمنطقة فروة الراس وللشعر كمان على الجانب الآخر أن فيتامين إي من يعتبر من مضادات الأكسادة القوية جداً اللي بتحارب الشقوق الحرة اللي ليها أثر كبير جداً في مشكلة تلف الشعر والخلق اللي بيحصل في الخلايا بالنسبة يا دكتور الرزميري احنا كنا قلنا عليه قبل كده أنه هو بيمنع ظهور أو بيأخر ظهور الشعر الأبيض بالنسبة دلوقتي للبنات الصغيرين بدأ سن العشرين وخمسة وعشرين يظهر عندهم شعر أبيض هي فعلاً هي بالنسبة ما بيأخر النمو بالنسبة بالنسبة للرجال والسيدات على الحد السواق بحيث أثبتت مؤخراً أن مادة الرزميري اللي دخلة في تكوين سينوماسيهير اللي بتعتبر مكون أساسي من مكونات سينوماسيهير لها تأثير على تأخير ظهور نمو الشعر الأبيض في السن الصغير بشكل خاص حاجة كمان أحب أضيفها أن سينوماسيهير هو الحل الأمثل لعلاج مشكلة الجفاف وتلف الشعر وده الأكشن السادس اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي ده نتيجة احتواءه على عدد من العناصر اللي بتوفر الترتيب المناسب للشعر كمان اللي بتوفر الحماية على سبيل المثال حاجة زي الصيميسيكون الصيميسيكون برضو من الحاجات اللي بتغلف الشعر بتوقع حماية بتحميها من العوامل اللي بتسبب التلف والجفاف وفي الآخر كل العوامل دي هتأدي لي أن سينوماسيهير هيكون هو الحل الأمثل في علاج مشكلة الجفاف والتلف اللي كلنا بنقابلها وكلنا بنعاني منها نتيجة بقى هنتكلم عن إزاي نستعمله أو نحطه إزاي على شعرنا مبدئيا احنا هنحطه من أربع لست بخات يوميا على فروة راس نشفة مش هنخسله بعدها لأن الميزة في سينوماسيهير أنه هو ما بيديش ملمس دهني بس الطبيعي طبعا بتاعنا الروتين بتاعنا العادي إن احنا بنغسل شعرنا مرتين في الأسبوع لثلاثة لو الشعر دهني لكن احنا بنستعمله من أربع مرات لست مرات يوميا على شعر غف ليلا في الأماكن اللي فيها على شفر وطراس عموما لكن الأماكن اللي فيها فضية ما فيها الشعر قوي هنزود اللي هي فيها الصالع الوراثي هنحط مثلا مرة الصبح ومرة بالليل بس النتيجة بتاعت الصالع الوراثي علشان يظهر نتيجة ترضيكم حتى تستغرق لمدة 6 شهور هو الطبيعي إن العلاج كامل بيعد 3 شهور علشان دي دورة حياة الشعراني نفسها فإحنا التساقط هيقف من أول أسبوع لأسبوعين البيبي هير هيبدأ يطلع هنكمل طبعا السبري لغاية ما نبقى النتيجة راضي عنها ده لغاية 3 شهور لكن في حالة الصالع الوراثي هنستنى لست شهور بالنسبة لتأثير ساينو ماسي هير نتيجة استخدام تقطينة الناندو تكنولوجي في تصنيع ساينو ماسي هير ده أدى لسرعة ظهور مفعول ساينو ماسي هير من بداية استخدامه وده هنبتدى نلاحظه في الأسبوع الأول من بداية الاستخدام هنبتدى نلاحظ بالذات في مشكلة تساقط الشعب أن التساقط توقف تماما بداية من الأسبوع الأول في الأسبوع التالية بعد كده من الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث هنبتدى نلاحظ ظهور الشعر الصغير أو زي ما بنسميه البيبي هير وده هنبتدى نلاحظه بشكل ملحوظ جدا في الفترة دي بالنسبة للمفعول العلاجي الكامل المرجو من ساينو ماسي هير ده هنبتدي نلاقيه من في خلال ثلاث شهور من بداية الاستخدام وده نتيجة ان ده هو الفترة الطبعية لدورة حياة الشعراء وبالنسبة طبعا لمشكلة الصالع الوراسي فلازم مدة العلاك تستغرق ست شهور ازاي نقدر نحصل على سينو ماسيهير الطريقة الوحيدة للحصول على سينو ماسيهير هي الاتصال على الارقام اللي قدام حضراتكم على الشاشة هيوصلكم من دبنا لحد البيت بالنسبة للناس اللي في القاهرة المنتج هيوصلكم في نفس اليوم خارج القاهرة هيوصل تاني يوم الكول سنتر عندنا شغال على مدى الاربعة وعشرين ساعة للرد على تساؤلاتكم واستفساراتكم سينو ماسيهير يعتبر ثورة في مجال مستحضرات العناية بالشعر وفي النهاية احب اشكر حضراتكم على ساعة الصدر وعلى حسن المتابع شكرا ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجهة لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر اهمهم الدهب الخام عيار تلاتة وعشرين والكافيار والكولاجان والهايلورانيك اساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الوزارة الصحة المصرية والاتحاد الاوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الامارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج ايطالي الصنع ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم لانه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو اصغر سناً بعشر سنوات من المعروفة بماسي دورو جولد ستبدأ مرخص من وزارة الوزارة ماسي دورو جولد احد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم ايطلي ومقرها سان مارينو ايطاليا ماسي فارم ايجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جايف ومقرها دبي الامارات ماسي فارم امريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد احد منتجات ماسي جروب اعتقد انه الجمال ليه مقاومات كتير قوي والبشرة الجميلة او الحلوة من اهم مقاومات الجمال يعني ممكن الستة تبقى لابسة حلوة قوي ومتشيكة قوي والدنيا لطيفة وتبصوا فشها تلاقي فيه مشاكل الدنيا والاخرى فكده كل حاجة اتمسحتها راحت ما بقاش ليها معنى ولا اي حاجة وممكن تلاقيها لابسة بسيط جدا ستة بسيطة جدا جدا يعني مش مفيش اي حاجة غريبة يعني او زيادة في لبسها منتهى البساطة لكن تبص في وشها تلاقي نور وصفاء وحاجة جميلة جدا تحب انك تبص الوشها اي ستة في الدنيا تتمنى طبعا انه وشها هيبقى جميل هو الوش ده هو الاساس اي واحدة في الدنيا تتمنى تبص في المراية تبقى مبسوطة على الاقل ما تبقاش متضايقة من نفسها لانه ده بيديها يعني بيحبطها بشكل كبير جدا والوحدة لما بتبقى متضايقة او في حاجة في نفسها يعني مدايقاها او في وشها في وشها خلينا نقول بمعنى اصح مدايقاها يعني بتبقى شايفة الدنيا كلها سودة ومش لطيفة ويا سلام بقى لو واحدة صاحبتها كده ما خدتش بالها وعلقت لها تعليق ولا جوزها قال لها كلمة ولا بتاع الدنيا بتقفل معها خالص فالاهتمام بالبشرة ده مهم مهم جدا انا في نظري انه من الاولويات ومن الاساسيات ان لأي ستة لازم تراعيها وتهتم بيها في ستات كتير بتتحجج ان هي ما عندهاش وقت ان هي مشغولة انا وانا عندي وقت اروح اعمل اتجمل ولا اعمل مش عارف ايه ولا اروح احقن ولا اروح احنا في فقرتنا دي ما بنتكلمش عن كده خالص احنا في فقرتنا دي منتكلم عن ماسي دورو جولد الكريم اللي عنده قدرة على علاج معظم مشاكل البشرة من غير ما تتعبي نفسك ومن غير ما تتحججي ومن غير ما تقولي انا مش فاضية ومن غير اي حاجة خالص هنتكلم عن ماسي دورو جولد النهاردة وهنعرف ازاي بيشتغل على البشرة وازاي بيعالج معظم مشاكل البشرة سواء للنساء او للرجال مع ضيوفي الأعزاء اللي معايا النهاردة في فقرتي دي دكتور دينا أبو الصعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم أهلاً يا دكتورة دينا أهلاً بيك يا يومنا ودكتورة حنين الحسيني المدير التطويري لشركات ماسي فارم يا أهلاً يا دكتورة حنين حبت يا يومنا ليس التات كتير بتتحجج وتقولك أنا مش فاضية وإحنا بقى لسه هندور عن تجمل ولا وكده كان عجبكو حلو يعني مش عارفة يعني الواحد بتجمل لنفسه مش لأي حد الواحد يهمه أنه هو يشوف نفسه حلو صحة ولا غير فعلاً يا يومنا أهم حاجة أن السيد تتحس أنه وشها حلو وشها حلو هتدي في شغلها هتدي في بيتها هتدي مع جزها مع ولادها هتدي نفسها مع أهلها لكن لو فعلاً صحت من نوم بصت في المراية لقيت أنه في مشكلة معينة في وشها زي هالات صودة اللي هي أبسط حاجة بتدائق جداً مش هتدي الكواليتي اللي مطلوب منها مع ماسيد روجولد حقق نجاح كبير ليه؟ لأن الكريم الوحيد والأمثل والأقوى في عالم التجميل ماسيد روجولد الكريم اللي يقدر يعالج ممكن أقول كل علامات التقدم في السن مش معظمها إيه هي علامات التقدم في السن؟ تجعيد يعني ممكن مثلاً واحد تقولك إيه ده هو أنت شكلك كبران شكلك فيه حاجة كبير سي شوية الكبر يعني تجعيد الكبر يعني بقع في البشرة الكبر يعني تهدل ماسيد روجولد يقدر يشد الجلد يومنا كثير يقولي فعلاً ماسيد روجولد يقدر يشد الجلد نستغنى عن الخيوط نستغنى عن حاجات كثير طبعاً التهدلات البسيطة إحنا مش محتاجين لأي إجراء عمليات جراحية أو خيوط مع التهدل ده البسيطة بيشد شدة خفيفة ماسيد روجولد يقدر يدي ترطيب عائل أول ما نستخدمه إحنا بنحس بشدة الجلد ده كتير صح يعني أنا حسيت بشدة الجلد صح وهو يعني مش عاملة كده ولا أنا عطا أتحرك يمين ولا شواني ولا أبحق إنتي يومنا ما عنديكيش مشكلة في البشرة أيو لأ أنا بقولك أنا حسيت إنه الجلد عارفة شد أيو يعني عارفة بيلمع صح صح مش الشدة اللي هي البيخة اللي هي انت فاهم أصدق طبعاً بيبقى الإلاستيستي بتاعت الجلد عالية بيبقى فيه مرونة حلوة قوي هتلاقي نفسك عملتي قاية من التجعيد حتى لو ما عنديكيش بتعملي قاية بش معنا أنا كنت حلوة أو أي سيدة حلوة أنا مش محتاجة ماسيد لوقتي لما يحصل لي مشكلة لأ ماسيد روجولد بيستخدم من سنه صغير جدا من 18 سنة عشان تحسني كوالتي بتاعت الجلد وبتعملي قاية من ظهور علامات التقدم في السن ماسيد روجولد ال6 actions دي من أهم المشاكل اللي لأي ست بتعاني منها ماسيد روجولد صنع يومنا في 6 سنين أبحاث شركة ماسيفارم ما استعجلتش أبداً أنها تنزله في الماركت وما استرخصتش في مكوناته عملنا أبحاث لمدة 6 سنين على كل أنواع البشرة البشرة الدهنية إزاي نقدر نناسبها البشرة الجفة إزاي نقدر نناسبها كل ألوان البشرة فماسيد روجولد فعلاً طفرة كبيرة جداً في عالم التجميل ويمكن يا دكتور حنان ال6 actions اللي هم الحاجات اللي بيعملها أو الوظيفة اللي بيعملها ماسي مكتوبة على العلبة طبعاً خلينا نشوفهم وتشرحلنا بقى يعني إيه إنه بالإنجليزي طبعاً هو كل حاجة مكتوبة بالإنجليز قصي هو فعلاً في علبة ماسيد روجولد هنلاقي ال6 actions اللي هي ال6 حاجات اللي بيعالجها ماسيد روجولد كلهم مكتوبين وكمان مكونات ماسيد روجولد ال56 مكون كلهم مكتوبين على العبوة فاحنا ماسيد روجولد يا يومنا هو كورس علاجي تجميلي للبشرة ودايماً بنأكد على كلمة علاجي إنه مش بس كريم تجميلي للبشرة بيدي نظارة وحيوية لأ ده كمان بيعالج عيوب البشرة بيعالج إيه يومنا أو ال6 actions بيعالج الكلف بيعالج النمش بيعالج الهالات السودة بيعالج التصبغات الجلدية والبقع البكنة بيعالج مشكلة شحوب الوجه فماسيد روجولد فعلاً بيقدر إنه يعالج بالإضافة إلى إنه يجمل البشرة يعني هما دول المكتوبين المكتوبين اللي هما ال6 actions خلينا نقراهم anti wrinkles اللي هو مضاد للتجعيد أو مضاد العلامات اللي تقدم في السن anti age مضاد للعجز نفس الخطوط التعبيرية اللي بتدي عجز للبشرة whitening يعني تفتيح أو تبييد اللي هو بنقول عليه بيعالج البقع اللي دكنا أو التصبغات الجلدية moisturizing ترتيب يعني بيقدر إنه يرتب البشرة ولما برطب البشرة بزود مورونة الجلد يبقى بمنع تكوين التجعيد وبأخر علامات التقدم في السن nourishing ده اللي احنا بنقول عليه إنه من أول دهنة أو من أول ضغطة بلاحظ نضارة وحيوية للبشرة بلاحظ إن الوش قد إيه منور الفيس ليفتنج اللي هو شد الوش اللي أنت كنت لسه بتقول عليه اللي بنحسه من أول ضغطة ومن أول استخدام اللي هو أنا وشي مش مش مشدود من اللي هو مش عارف أتكلم أو مش عارف أتحك لأ وشي يعني لو في يعني أي لو في خطوط اللي هي خطوط اللي هي خطوط اللي هي بالضبط أو خطوط التعبيرية تختفي كده بالضبط بتلاقيها expressions أو الخطوط التعبيرية بتلاقيها تشدت خفيف بس لما بتشد خفيف بيبقى وشي عادي بقدر عمل تعبير وشي عادي أقدر أكشر أقدر أرفع حواجبي ما فيهش أي مشكلة طيب إذن هو ما بيتعرضش خالص مع فكرة البوتوكس والفيلر دي حاجة ودي حاجة تانية خالص طبعا ماسيد رجولد بالعكس أنا بنصح كل السيدات أو الرجال اللي بيستخدموا حقن فيلر وبوتوكس نستخدم ماسيد رجولد لازم مع الحقن طيب ليه أنا أستخدم لو مثلا سيدة عندها مشكلة تجعيد بس أنا ما عنديش غير تجعيد وأنا بحقن فيلر وبوتوكس أنا بنصح أنا هتستخدم ماسيد رجولد معاه لأن ماسيد رجولد الدهب من أهم مكوناته ومش موجودة في حقن الفيلر والبشرة محتاجية مضادات الأكسادة مش موجودة في حقن الفيلر والبشرة محتاجية الكولوجين الفيلر كل حاجات دي أولا أي حد بيحقن كل ست وشور كل ست وشور لا إطلاقا ماسيد رجولد أنت بتلاقي الفيلر والبوتوكس بتديك النتيجة لأنك أنت بتحطي الملي تحت الجلد مباشرة كل شهر بينقص 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 فبترجعي تحقيني ماسيد رجولد لا أنت كل يوم بتحطي كمية في كمية في كمية فبيقعد الجلد بتشرب بتشرب لغاية ما بتخلص الكورس بتاخدي النتيجة الكلها بعد ست وشور من الكورس فبيقعد فترة طويلة كمان هو بيحتوي على مضادة الأكسادة يعني بيعالج التجعيد وبيمنع من ظهور التجعيد تاني بتقعدي فترة طويلة يعني يقولي خلاص طب يا دكتورة دينا أنا مش هقدر أجيب مثلا غير عبوة أنا عندي عملة كتير بيكرروا أنت عافة سيكولوجيكلي أدكت يعني لو أنت بتحب حاجة بتكملي معها في عندنا عملة بقولي لا احنا عايزين ناخد العبوة ومش قادرين مثلا على عبوة تانية أنت بتحفظي بعد ما بتخلصي ماسي نكتنامي كويس تشربي مياه كويس ما تتعرضيش لشمس كتير هتلاقي فترة طويلة جدا وشك زي الفل وما فيهوش أي علامات تقدم في السن فعلى طول بقول ماسي درغولد لا يتعرض مع حقن الفيلر والبوتوكس ولا حتى الخيوط بالعكس لازم نستخدم ماسي درغولد مع الحقن والخيوط كمان طيب نروح لتقرير ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا ماسي درغولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا عشر سنوات ماسي درغولد مستحضرات التجميل في العالم ماسي درغولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسد والسيرامايد المعروفة قدرتها على إعادة شباب البشرة المعروفة قدرتها هي المعروفة كافيار كولاجين سيرامايد والهايلورونيك أسد ماسي درغولد مناسب للرجال والنساء ماسي درغولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي درغولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي درغولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي درغولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي درغولد ماسي درغولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من المباركة ماسي درغولد سنحضرات نظارة عبر وفورة ماسي درغولد أحد منتجات ماسي درغولد اللي بتشمل ماسي فارم إطلي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جاوف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا فانسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جرو يمكن دكتور حنان أنه ماسي يتعرف أنه كريم الدهب تمام عشان هو فيه دهب ويمكن لما بنحطه بنشوف الدهب يعني ده مكون باين وواضح للناس كلها خلينا نتكلم شوية عن المكونات خاصة أنه اللي بتعودين عليه أنه الكريم يبقى فيه مكون اتنين يعني تلاتة لما يبقى وقسامي كبيرة جدا طبعا ومعروفة وبتعتمد على أنه هي يعني حاجة واحدة بس أنتو عاملينه فيه 56 حاجة بالظبط فالناس اللي بتستغرب أنه هيعالج كل مشاكل البشرة دي لا دول 56 حاجة ده لو كل حاجة من 56 تركزت على حاجة خلاص احنا خلصنا كل مشاكل البشرة صح خلينا نتكلم شوية عن المكونات تمام هو بالنسبة للمكونات يومنا أنا بصراحة ما بحبش كلمة الدهب دي لأن دايما نقول جزيئات الدهب لأن فيه منتجات كتيرة قوي في الماركتز بتحتوي على الدهب سواء كان مية دهب أو ماسك دهب ده ما بيديش نفس الإفكت أو نفس تأثير ماسي دورو جولد وده اللي بيخلي ماسي دورو جولد مختلف تماما عن أي منتج آخر فيه الدهب فماسي دورو جولد بيحتوي على جزيئات الدهب أو بنسميها الجول بورتيكلز عيار 23 وهي قدامنا على الشاشة زي ما انت شايفة كده يومنا هي جزيئات اللي هي الكور دي فدي جزيئات دهب ده دي توضيحي طبعا إذن البشرة تمتص الدهب بالضبط عيار 23 فأي حد هيفتح حلبة ماسي دورو جولد هيلائي السرتيفكت جارانتي أو شهادة الضمان اللي هتضمن لي من المصنع في إيطاليا طبعا اللي هتضمن لي أن ماسي دورو جولد متصنع من جزيئات الدهب عيار 23 طيب الدهب بيعمل إيه الدهب هو بينشط الدورة الدموية اللي هو استيميليت البلاد سيركوليشن بينشط للدورة الدموية في الجلد عشان يحفز إنتاج الكولوجين كلنا عارفين الكولوجين قد إيه مقاوم للتجعيد قد إيه بيقدر يعالج الخطوط التعبيرية علامات التقدم في السن فده اللي بيدي الدهب مصطلح اسمه اكسير الشباب الدائم ده اللي دايما كلنا بنقول عليه إن الدهب فعلا هو بيقدر يعالج التجعيد بيقدر يعالج علامات التقدم في السن والخطوط التعبيرية الدهب مكون رقم واحد في علاج التجعيد كمان الدهب فيه ميزة مهمة جدا أنه غني قوي بمضادات الأكسادة مضادات الأكسادة اللي هي اللي بتديني ناريشنج للفيس أو بتديني اللي احنا الموجود في السكس اكشنز اللي هي نظارة وحيوية البشرة فالدهب مهم جدا جدا يومنا فيه مكونات ماسي دورجولد الدهب كمان بيخلي أن أنا أول ما بحط ماسي دورجولد على وشي بحس بسخونية خفيفة أو حرارة كده خفيفة دي بترجع ليه تنشيط الدورة الدموية عن طريق فعل جزيئات الدهب ده بيقدر أنه يسخني البشرة عارفة أديكي مثلا زي ايه زي الناس اللي بتلعب رياضة مثلا أو بيوظبوا على التمرين الرياضية فيه فترة تسخين في الأول اللي هي الكارديو دي اللي بتحفز العضلات بتاعة الجسم عشان تقدر تستقبل أي مثلا تمرين حديد ويتس بتاعة هتستخدمي نفس الحاجة في الدهب الدهب بيسخن البشرة بيخليها تبقى ريدي أو مستعدة أن هي يعني 55 مكون الموجودين في ماسي دور غلد يشتغلوا عليها ويقدروا أن هما يدوني الحيوية والنضارة وعلاج جميع عيوب البشرة اللي بنتكلم عليها طيب ده الدهب طب الكافيار طب ما احنا فيه كافيار ده ده الواحده بتعمل عليه قصص وحكا بالضبط وفيه فعلا منتجات كتير في الماركت أي مع الكافيار فقط الكافيار مهم جدا جدا يا يومنا الكافيار غني جدا بمضادات الأكسادة غني بالأحماض الأمينية أماينو أسدز غني بالأملاح المعدنية المينيرل سولز الكافيار مستخلص من مية البحر فعايز أقولك أنت لما بتعوضي قدام البحر شوية بتحسي قد إيه بنضارة وحيوية البشرة فتخيالي الكافيار غني بكل الحاجات اللي قلنا يا غني بالبوتاسيوم غني بالسيلينيوم كل الحاجات دي بتدي نضارة وحيوية للبشرة بتعالج التجعيد بتقضيلي تماما على أي شحوف في الوجه طيب منتج في 56 حاجة لازم يكون منتج فخم هل في طريقة بقى معينة لاستخدامه وهل في بروتوكول معين لشان هي الناس بتسأل آه طبعا بتسأل ومن حقهم طبعا أنهم يعرفوا إزاي يستخدموه ونتجته هتبان معهم بعد قد ميسيد روجولد طريقة استخدامه سهلة جدا يا يومنا كريم زي أي كريم بيستخدم صباحا ومساءا مكتوب أنه هو بوت إيدنين والمورنين طريقة استخدامه طبعا هي دي عبوت ميسيد روجولد على طول بنصح كل اللي بتفرجوا علينا محدش يفتحها من هنا عشان هو معقم كويس جدا هو بالبمبل هو بالضغط يا جماعة مش زي الكريمات العادية بيتفتح بغطاء ولو حصل وتفتح يتقفل على طول عشان ما يتخلوش هوا أو مايكرو أورجانيزم أو بكتيريا احنا بنتغط 3-4 ضغطات على كاف إدينا وبنوضعه على الوش كله زي اللي في الفيديو اه طبعا طبعا دي النتيجة يومنا من أول دهنة بتشوفي نظارة حلو قوي بتشوفي لمعان في البشرة حيوية عالية جدا بتشوفي حتى جزئيات الدهب موجودة مهم قوي أقول إن المساجي بقى من تحت الفوق عكس الجاذبية الأرضية احنا بنقول إن هو بيشد الجلد فمناخدوش بنتحت نشد الجلد على فوق لأن كل ما بتتقدمي في السن الوش الجاذبية الأرضية بينزل فمن علامات التقدم إن الوش نزل فأنت مع ماسي بتشديه على فوق إنك إنتي سن في البطاقة بيكبر بس وشك مجدود زي ما هو فهو ده إنك إنتي إزاي تقدر يتعجزي هوا في ناس بتنسى أصلا سنها على فكرة في ناس بتنسى والله العظيم سنها اللي في البطاقة صح تقول لك يعني أنا فعلا السن رقم مجرد رقم مش مهم أنا عندي كامسة المهم إن شكل حل مهم إن روحي لسه صغيرة المهم إن أنا عايش الحياة ببوساطة شديدة جدا وردي عن نفسي فمش مهم بقى عندي ستين عندي سبعين عندي ثمانين أنت كل يوم والتاني شايف على الصفحات السوشيال ميديا والفيسبوك مش عيرين صور لناس عايشين بره يعني أو لفنانات جميلات يعني ربنا يديهم الصحة وطولة العمر كلهم ويقول لك دي عندها ستين سنة ودي عندها سبعين سنة ودي عندها تمانين مالهم هم زي الأمر يا جماعة يعني هم مشايرينها الأساس أن هم يعني إيه بيقول لك بصوا جمالهم عاملين إزاي بصوا هم عاملين إزاي الناس دي بتهتم بنفسها جدا جدا هي ما وصلتش للمرحلة اللي هي فيها دي إن هي عندها ستين سنة وبين إن هي عندها تلاتين سنة من فراغ على فكرة ولا هي أكيد هي برضو محظوظة إن هي شكلها صغير بس هي اشتغلت على نفسها وتابت على نفسها اهتمت بنفسها وما فيش عمليات تجميل بتصغر كده في السن هو لازم الواحدة تكون هي من زمان مهتمة ببشرتها ومهتمة بالكريمات اللي بتحطها على بشرتها مهتمة بأكلها مهتمة باللايف ستايل بتاعها علشان توصل في الآخر للمرحلة خلينا نروح لتقرير ونرجع نكمل كلامنا مع السادة المشاهدين ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسد والسيرامايد المهروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطالي الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الأولى من المستحضرات ماسي دورو جولد ستبدو مرخص من وزارة مرخص من وزارة ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطري ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جولف ومقرها دوباي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا فنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب يمكن شفنا في التقرير فروع كتير الشركة ماسي فارم وانتشار كبير مش بس في مصر ده معناه أنه أي حد على مستوى العالم يقدر يتواصل معكو أو يحصل على ماسي أكيد طبعا يا يومنا إحنا عندنا ماسي أنت عارفة أن شركة ماسي فارم عملت ماسي دورو جولد ومتصنع تماما من أول وآخر في إيطاليا From A to Z ال56 مكون الكيميائيين اللي صنعوه المصنع هناك في إيطاليا يعني هو منتج إيطاليا الصنع بنسبة 100% ماسي دورو جولد موجود في ممكن نطلبه في أي مكان في العالم فيه أرقام بتظهر على الشاشة في جميع أنحاء العالم بتتصلوا به فيه أرقام خاصة بدولة الإمارات الشقيقة وأرقام خاصة في داخل جمهورية مصر العربية فماسي دورو جولد هو منتج عالمي مش مقتصر بس أنه يبقى موجود في مصر كمان لنا فروع كتير جدا يومنا عندنا الفرع الرئيسي اللي هو ماسي فارم إيطالي ده في إيطاليا فيه عندنا فرع داخل جمهورية مصر العربية مقر القاهرة وفيه عندنا فرعين في دبي ماسي فارم كوزماتيكس وماسي فارم جلف اللي هو موجود في جبل علي المنطقة الحرة وقريبا جدا ماسي فارم في USA إيه في ولاية فلاديلفيا ده لسه فرع تحت الإنشاء طيب ماسي كمان يا دكتورة ديني خلينا أقول لسيدة المشاهدين أنه منتج مرخص من أماكن كتير مش من مكان واحد من ثلاث أماكن ومعنى أنه مرخص أنه خضع على اختبارات كتير جدا خضع على فحوصات كتير جدا تجرب على ناس كتير مر بمراحل كتير واختبارات كتيرة جدا علشان تقدروا يعني تطرحوه في الأسواق الناس كلها تستخدمه وما يبقاش لي أي ساد إفكت أو أضرار فخلينا نقول هو مرخص منين بالزبط ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية مرخص من دول الاتحاد الأوروبي لأنه هو طبعا مصنوع في إيطاليا وكمان مرخص من الإمارات حكومة دبي يعني ماسي دورو جولد آمن جدا ملوش أي أعراض جنبية إطلاقا يستخدم للسيدات يستخدم للرجال يستخدم لجميع أنواع البشرة من غير أي أعراض جنبية يستخدم لجميع الأعمار يبتداء من 18 سنة من 18 لحد كام؟ لا عندي عملاء عندنا عملاء في شركة ماسي لغاية 80 سنة بيستخدمهم ماسي دورو جولد مهتمين جدا شوفوا 80 سنة ومهتمة من هي جديدة كريم وتحطوا علشان تبصوا في المراتب أم بسوط طب دي لعن يعني طبعا أمارات 80 سنة دي لسه فعز شبابها 80 سنة دي أصلا يومنا بأين شكلها مثلا خمسين سنة أيوة من قدر اهتمام وبشرتها لا أنا بأقولك يعني بصوا يعني 80 سنة يعني هي كبرت فعليا كرقم هي كبرت بس روحها بصوا قد إيه صح جميلة وصغيرة وتدور أنها تشتري كريم وتحلي نفسها وتجمل في نفسها يعني والله العظيم أنا بشوف ناس يعني أقولك إيه صحيا متهلكة متهلكة جدا جدا لكن بتتمسك بأي أشياء تقدر تخليها مقبلة على الحياة أو تخفف عنها عناء اللي هي فيه اللي هي فيها صح صح يعني أنا مثلا مثلا لما روح مثلا لقافير مثلا ألاقي ستة كبيرة قاعدة على كرسي بعجل يعني وقاعدة مهتمة جدا إن هي تعمل ما عرفش إيه ببسط جدا لأنه الدي الستة دي صحيحة عندها مشكلة أو ربنا أديها مشكلة بس هيما فقدتش الأمل هي مبسوطة جدا فديه نمازج أنا بقول لكم كده ليه بقول لكم فيه نمازج يا جماعة عندها مشكلة كتير كده ومع ذلك يا ما فقدتش الأمل وعندها أمل في الحياة وعاوزة تبقى حلو وعاوزة تتجمل لعل دا يديها كده طاقة إيجابية تساعدها على اللي هي فيه أنت بقا قاعدة في البيت ما بتعملش أي حاجة مثلا أو بتشتغلي أو 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 والحمد لله عندك كل سبل الراحة ليه ما تهتميش بنفسك بقا وتيجي بعد كده تقولي دا أنا حسة أن أنا عجزت طب ما هو طبيعي لأنه أنت مش مدين نفسك حق صح 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 ماسيد روجولد يا يومنا طبعا حق على طول بقول هو تفرف علامة تجميل ماسيد روجولد مالوش منافس يعني ممكن تلاقي منتجات بالكافيار بينفسه بعض منتجات بالكولوجين بينفسه بعض ماسيد روجولد ليه بقول مالوش كوزماتيك منافس لأن الوحيد اللي فيه 56 مكون بتقدر تستغني يعني لدي كريم والنايت كريم وصيرها بتحت العين وكريم للرقبة أنا بأتكلم في ده عشان السيدات اللي بتقول ما عنديش وقت أنا متجوزة وعندي عيال وبعدي مدارس هو مش حاجة تحطوها يعني هو حاجة واحدة هي بتبقى خلاص على تسرحتها فقط كريم ماسيد روجولد بيغنيها عن كل كل كلام ده وهي أكيد عندها خمس دقائق من الأربعة وعشرين ساعة تزبط نفسها فيها أكيد يعني فماسيد روجولد طبعا آمن جدا كنا منتكلم برضو على الترخيص الستات الحوامل ما تهملش في نفسها الستات الحوامل تبتدي تستخدمه من بعد الشهر التالت بديها حيوية حلوة قوي بديها نظارة حلوة قوي الستات اللي متجوزين وعندها عيال وعندها بيتها وعندها جوزها والمطبخ والعيال والنادي والمدرسة بقولك خمس دقائق الصبح وخمس دقائق بالليل لو شايف أنه كتير قوي كفاية خمس دقائق ثلاث دقائق بالليل قبل ما بتنامي بساعة ليه بقول كده كده العيال في المدرس بتنام بدري أصلا يعني ما تتلك كيكوش بينام بدري ومدرس دخل فعلا يومنا العملاء طيرين يعني احنا قوي منتكلم ومنعمل الماركتينج بتاع ماسي بس أكتر وقت بيسعدنا كلنا لما بلاقي النتائج البوزيتف لي سيدات كتير مبسوطة يعني بتقول لي مثلا أنا هاخده يا دكتورة دينا وشهرين كده وكلمك آه بتقولك إيه الأخبار آه قلت لها بصي أنا مستنية تليفونك لأ أنا مجربة وعارفة أيوه هو معي أنا شخصيا طحفة بس أنا لما صاحباتي بقى بياخدوه برضو بحب أسأل آه طبعا إيه الأخبار بقى إيه الأخبار لأ 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 إحنا منبهرين منبهرين فعارفة لو هو الواحد يعني إيه بيبسط أنه بقت في حاجة موجودة حلوة طبعا ومش قادر أقولك من أكتر الحاجات اللي بتتخذ كدهات هو ماسي مفيش ستة في مصر مفيش ستة في مصر يعني أنا على طول رجال طبعا أنا بقوله هو صالح للرجال بستخدم من الرجال بس الرجال كتير بيكلموني أنا مراد يا دكتورة دينا خوتاني بماسي ده بجد إبعاتي لي ماسي أنا هدية عيد ميلادها فبقوله مثلا هو في شرم الشيخ وامراته في طنطة فبقولي لأ إبعاتيه لي شرم عشان ما دخلش على البيت من غير ومش هتدخل فطبعا الحلوة أن ماسي إحنا عندنا منضبين في جميع محافظات مصر وبيوصل في نفس اليوم لو محافظة بعيدة شوية خلال 24 ساعة ده ماكسيمم طبعا الكول سنتر متواجد يومنا 24 ساعة 7 في الأسبوع ما عندناش ساعة أجازة فسهل قوي الحصول على ماسي درو جولد ومرخص من جميع الجهات وحق كل الناس طبعا اللي بتتفرج علينا أنه يعرفوا أن المنتج آمن جدا طب أنتو ليه مش عاملينه في الماركت يا دكتور حنان يعني ليه مش عاملينه مثلا أنه ننزل ألا إيه موجود كده على الشلف تمامية شركة ماسي فورم فعلا يومنا حبت أن هي توفر على العملة ما تخليهمش ينزلوا يسألوا فين أقرب ما كان نقدر نيجيب منه ماسي لا بالعكس ماسي بيوصلهم لحد باب البيت عايزة أقولك أن ماسي عامل طفرة كبيرة جدا 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 لكل العملة إحنا بنحب جدا نتابع معهم بعد ما بياخدوا ماسي بنسألوا عايزة أقولك من أول أسبوع يا يومنا النتايج كلها إيجابية مش عايزة أقولك قد إيه وحاولت أعمل إحصائية كده السن يعني إيه أكتر سن بيحس أن ماسي دور جلد فعلا جايب معا نتيجة لقيت فعلا معرفتش عامل يعني لقيت من سن 18 سنة وانتي طلعة النتايج إيجابية جدا يعني بس أكتر أكتر عمر أكتر عمر بيطلبوا والله كلهم يا يومنا يعني أكتر عمر بيطلبوا التلاتينين بس النتايج الإيجابية مع مين هي فعلا مدية من سن 18 سنة فما فوق من غير أي تفرقة يعني فعايزة أقولك جايب نتيجة هيلة جدا من أول ضغطة يومنا بنحس بنضارة وحيوية كل التعليقات إن من أول ضغطة بتحس بنضارة وحيوية التجعيد التصبغات الجلدية البقع لدكنة من كل أسبوع بنحس بتحسن لحد ما بيخلص الكورس لمدة 6 شهور كل الناس اللي أخدوا ماسي دور جولد بعد إتمام الشهر السادس ما بيحطوش ميكب ودي شهادة من كل الناس وما بيرجعوش يستخدموه تاني ليه بقى لأن أنت ما بتحطيش ميكب لأن الميكب هو عبارة عن زي حاجز أو حاجة بتداري بها عيوب البشرة فلو أنت بشرتك حلوة وما فيهاش أي عيوب وبرفكت أنت مش محتاجة تستخدمي أي ميكب وده اللي أنا بقوله نماسي دور جولد هو علاجي تجميلي للبشرة بالنسبة ليه إحنا كنا بنقول في إيه كنا سألتيني على حاجة دلوقتي أنت نستيني يا دكتورة حني خدتيني في الكلام ونستيني إذن هو ما بيحتاجش الواحدة هو ما بيحتاجش لميكب هو ما بيقراروش تاني هو ما بيقراروش تاني ليه بقى لأن ميسي دور جولد زي ما بنقول هو بيزبط صبغة الميلانين للمستوى الطبيعي بتبقى عالية جدا وده اللي بيسبب الهالات السوداء التصبغات الجلدية الكلف لا مش أي مشاكل في البشرة فلما برجع صبغة الميلانين لمستواها الطبيعي أنا كده بفتحه تماما ده السبب الرئيسي اللي بيخلي اللي سيكس أكشن ما بيقول فيها الوايتنين إنه بيعالج شحوب الواحد فأنتي زبطت صبغة الميلانين لمستوى الطبيعي ومرها ما بترجع فعلة تاني فعشان كده ده اللي بنقوله إن ده السر وراء إن ميسي دور جولد إزاي نعجز بزكاء وإزاي يخلي شكل البشرة شكليا أصغر عشر سنين يعني هو الفكرة مش إنه علاك تجايد بس هو بشغل على التفتيح كمان في شريحة كبيرة جدا ممكن تقولك أنا ما عنديش تجايد ولا عندي أي حاجة بس عاوزة أفتح أفتح عندي مشكلة الشمس حرقتني بقى خسيت زيادة عن الحد فالخصية بتغمق على فكرة الواحد لما يخص زيادة عن اللزوم تلاقي وشه قال كده وغمق ففكرة التفتيح دي برضو ده عايزة أقولك أنا كل العمل عايزين تفتحه يعني كله طبعا إحنا طلعنا من فصل السيف كلنا غمئين ماسيد الرجل بيقدر يرجحها للونها الطبيعي بين نظارة وحيوية ده سيدات ورجال سيدات ورجال سواء الرجل عايز بشرته تفتحها أو السيدة طبعا ماسيد الرجل ده الحل الأمثل أولا لعلاج الهالات السودة اللي مش مقتصرة على سين معين على طول منقول الهالات السودة والتجايد ده بعد التلاتين بعد الاربعين أو whatever التجايد والهالات السودة أنا بقيت أشوفهم على بناتهم وعندهم خمسناشر سنة فماسيد الرجل بدي نتيجة هيلة للتفتيح بس مش واحدة مسها نصمرة هتبقى إبيضة بدي نتيجة التفتيح بتعلونها الأساسي بس بصحة للبشرة بوكولتي عالي مش هتحتاج ميكب كتير قوي بيستخدموا ماسيد الرجل واحدة بتشتغل في شركة أو بتشتغل في وات أفر فبتقولي يا دكتورة دينا والله أنا بقيت أنزل الصبح حتى ماسكرة وروج ما بقيتش أحط طبقات طبقات الميكب البانككيك والفونديشن والكونسيلر والكلام ده كله فماسيد الرجل ده الحل الأمس اللي علاج أي تسبقات جلدية نمش انت عفى نمش كمان بيكتر في الصيف قوي بيقدر يعالج النمش علاج نهائي يقدر يعالج التسبقات الجلدية الهالات السودة البقع وكلف الحمل يمكن سيدات كتير بتعاني من كلف الحمل بيقدر يعمل ده وكمان ممكن كوزماتيكس معينة لو عملت حساسية في البشرة الحساسية بتحمرها وبتقلب غمقة أحيانا فيه كوزماتيكس بتعمل حساسية ماسي دورو جولد بيقدر يعالج حتى الغمقان لنتيجة حساسية من أي حاجة تانية جميلة طيب نروح لتقرير يا جماعة ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر أهمهم الدهب الخام عيار تلاتة وعشرين والكافيار والكولاجان والهايلورونيك أساد والسرامايد المعروفة قدرتها على أعادة شباب البشرة بخمسين المشروع الم مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطالي الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الأولى من المستحضرات دورو جولد ستبدأ مرخص من وزارة الصحة وصفة ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إتلي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم غايف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب دكتورة حنان يمكن أنتوا اعتمدتوا على تقنية النانو بالضبط وتقنية النانو دي من التقنيات اللي انتشرت على مستوى العالم إنها تقنية متطورة جدا في صناعة أي حاجة ومنتجات التجميل ومنتجات أي حاجة في منتجات التجميل خلينا نشرح للناس يعني إيه تقنية نانو ويعني إيه لما استخدمتها في ماسي دي إفادة كبيرة أو إضافة كبيرة لمنتج زي ده مظبوط هي تقنية النانو أو النانو تكنولوجي دي يومنا بتعتمد على إننا الـ 56 مكون اللي موجودين في ماسي دورو جولد أنا بطحنهم تماما يعني إيه يعني بصغر الـ particles أو الجزيئات قوي لدرجة إن أنا أخلي الجلد يبقى سهل عليه امتصاص الـ 56 مكون يفيدني في حاجتين أول حاجة إن كل ضغطة من ماسي دورو جولد هيبقى فيها الـ 56 مكون يعني أنا عندي أهم حاجة إن ماسي دورو جولد معمول بـ pump أو atomizer كده إن أنا لو حطيت يعني أهو أنا مثلا أنا هحط نقطة النقطة اللي أنا حطتها دي دي نقطة شو في قد إيه فيها الـ 56 مكون فالـ 56 مكون دول موجودين في كل ضغطة من ضغطات ماسي ده بفضل تقنية النانو تكنولوجي كمان حاجة تانية من كل نقطة فيها كل المكونات فيها الـ 56 مكون فيه ناس تقولك لأ طب ما هو أنتو بتقولوا إن الدهب جزيئات يبقى الجزيئات هتنزل تحت عشان تقيلها هقول لها لأ لأ إن المنتج معمول بتقنية النانو تكنولوجي اللي خلت جزيئات الدهب تبقى مندمجة مع الـ 55 مكون التانين ويبقى كل ضغطة من ماسي دورو جولد بتحتوي على الـ 56 مكون دي أول حاجة تاني حاجة من تقنية نانو تكنولوجي خلت الجلد يقدر إنه يستجيب بسرعة ويمتص بسرعة الـ 56 مكون من غير ما بيسيب أي أثر دهني على البشرة وده بينفع جدا فيه البشرة الدهنية والبشرة الجفة وكمان البشرة المختلطة طيب فيه ناس كتير تقول طب الكلام اللي بتقوله ده جميل بس الكلام ده بتاع ناس معينة بتاع شريحة معينة مش بتاع نحن أنا بتكلم عن اللسان الناس اللي ممكن تكون بتشوفنا دلوقتي هل هو ده حقيقي إنه ده إطلاقا يعني ميسي دورو جولد يا يومنا غطى كل الفئات وكل الكلاسز عندنا عملاء في محافظات وفي مراكز مركز في مركز عندنا سيدات ربات منزل ما بتشتغلش عندنا سيدات عاملات عندنا أعلميين أعلميات عندنا كل الفئات فعلا أنا لما بستقبل تليفونات بنفسي يا دكتورة دينا أنتوا عاملين منتج مش لنا مش للمصريين لا أنا بقول لك زمان معظم النز لا بالعكس ميسي دورو جولد موجود وبقت ثقافة العناية بالبشرة موجودة في كل الفئات متعلمين غير متعلمين كل الفئات بقى عندها ثقافة العناية بالبشرة بالعكس ميسي دورو جولد ما أعتقدش إن في محافظة في مصر ما حصلتش على ميسي دورو جولد ولا حتى مرجز جوه هو ما فيش ستة دلوقتي مش عارفة ميسي دورو جولد الحقيقة يعني يعني عادت يومين كده في المصيف يعني فلقيت كل الستات ما شاء الله عارفة ميسي دورو جولد يعني ما عرفتش يعني كل ما عود ألاقي حد جاي بيسألني عن ميسي دورو جولد صح فلقيت كله ورجالة كمان على فكرة يعني تلاقي الواحدة قاعدة إيه مثلا الجنب جوزها أخوها أه تلاقي الكلام عايزة تعرف عايزة تستفسر صح ومش عيب أبدا يا يومنا أن أنا أحاول أوصل لجمال الممثلين أو جمال الإعلاميات أو كده بالعكس ده أنا دي حاجة كويسة أن حاجة تبقى في متناول إيدي أن أنا أجيبها بمكالمة التليفون وتوصلني لحد باب البيت ويشبهني بجمال الممثلات أو جمال الإعلاميات أو أي حاجة فدي حاجة كويسة بالعكس أو أنا دايما بقول إن مفيش واحدة على طول كل حلقة بقول مفيش ستة مش حلوة صح كل واحدة تقدر إن هي تبقى أجمل واحدة في الدنيا ومش شرط تكون يبتتمتع بالمقاييس العالمية للجمال على فكرة يعني مش شرط تكون عينيك يعمل إزاي وبقائك عمل إزاي وشعرك خالص أنت ممكن تكون ملامحك بسيطة ورقيقة جدا بس البصة في وشك يعني تطول العمر تطول العمر زي ما بيقولوا هو ده المطلوب بس مش أكتر ولا أقل فمسي مش بتاع ناس معينة ومش بتاع الإعلامين ولا بتاع الفنانين ولا 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 أنا نفسي شفت ناس عادية جدا طبيعية جدا ناس زي أمهاتنا وإخوتنا ناس عاديين زينا ناس عاديين خالص وبيستخدموا مبسوطين وبيكرروا على فكرة كم وبيكرروا طب يمكن أنا سألت السؤال ده هعيده تاني هو لازم يتكرر ولا هو مرة واحدة كفاية هي العبوة كورس كامل بالعلاق كل علامات التقدم في السينوان سيكتي خلصي كورس خلاص وشك اتعالج بس أنت لازم تحافظي يعني أي سيدة بتستخدم ماسي بعد ما بتخلص كورس لازم تحافظ على النتيجة مش نتعرض للشمس ونحطش واقي شمس نشرب ماي كويس نبقى اوبتميستيك للحياة يبقى عندنا البوستف انرجي لكن لو مش عايزة تقرري ما فيش مشكلة أنت وشك هيفضل بكواليتي عالية جدا مدى طويل في ناس كتير بتحب تكرره حتى لو المشكلة تعالجت بتقولي لا أنا المشكلة تعالجت فعايزة حافظي بعتلي تانية دكتورة دين ففي ناس كتير بتكرره لكن الناس اللي مش قادرة تقرره هو قريدي فيه 56 مكون بتحطي دهب وكافيار وكولاجين وسيرامايد وفيلر وبوتوكس لايك أكشن ومليون حاجة في وشك على مدار 6 شهور فلا لو انت مش قادرة تقرري خلاص انت بتاخدي الكورس ده بيبقى بعد 6 شهور أي مشكلة من علامات تقدره في سلم تعالجت تماما أنا بشكركم على وجودكم معي نهاردة ضيفتي العزيزة دكتورة دين أبو سعود ودكتورة حنان الحسيني إحنا حلقتنا خلصت تقدروا تشوفوا الحلقات كلها على اليوتيوب واللي ملحقناش في الهواء اللي قادرة بتاعتنا بتبقى تمانية صباحا أي حد عنده سؤال أو استفسار يبعتوا على صفحات الشخصية اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشة دلوقتي أتمنى دايما أن يكون ضيف خفافة على حضراتكم أشوفكم بكرة إن شاء الله وأنتوا في أحسن صحة وفي أحسن حال كنت معاكم يومنا طولا السلام عليكم ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على مستحضرات التجميل على ستة وخمسين عنصر أهمهم الدهب الخام عيار تلاتة وعشرين والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسد والسيرامايد المعروفة قدرتها على إعادة شباب البشرة المنصر الأكبر المنصر الأكبر كافيار كولاجين سيرامايد والهايلورونيك أسد ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الأولى من مرخص من دورو جولد ستبدأ ردعاً، صفحة وفرماً ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي دورو موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة